حديث الذي أمامي الآن هو السائل الكريم يسأل عن حديث من أشراط الساعة الهرج هكذا كتب هل هذا حديث فضيلة الأستاذ من أشراط الساعة الهرج يعني حقيقة أنا لا أعرف لفظا للحديث بهذا في كتب السنة لفظا لحديث بهذا اللفظ هكذا ولكن ورد ما يفيد يعني هذا لا 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 إن بين يدي الساعة أيام ينزع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج قال هذه روية أبي موسى الأشعاري قال الهرج القتل بلسان الحذشة الهرج القتل بلسان الحذشة وفيها رواية أخرى والحديث في كل الأحوال هو في الصحيحين يعني الحديث صحيح يعني بالمناسبة يعني وعند الإمام أحمد وغيرهما لكن عندما نقول طبعا في الصحيحين فقد انتهت الدرجة التي نبحث عنها إذن الحديث يدل على أن هناك لا موجود يعني ولكن ليس بهذا اللفظ يدل على أنه سيأتي زمان إن بين يدي الساعة نعم يكون يكثر فيه الهرج والقتل ولكن حقيقة لابد أن نقف وقف لبيان يعني المعنى والسياق هنا لأنه بعض الناس يأخذون هذه الأحاديث ويعني ينزلونها على بعض العوالم وعلى بعض الوقائع فتضيع يعني من مقصود بهذا الحاديث؟ صلى الله عليه وسلم عندما قال إن بين يدي الساعة هناك أحاديث كثيرة ورث بهذا المعنى والعلماء أخذوا من هذه الأحاديث بمجموعها أن معنى إن بين يدي الساعة ليس المقصود بها الساعة الكبرى التي مباشرة تقوم فيها القيامة وإنما إن بين يدي الساعة أي منذ وجود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم يعني الفترة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم قد يحصل هذا يعني قد يحصل قبل قيام الساعة بمليار سنة وقد يحصل قبل قيام الساعة بيومين وقد بمئة سنة بمئة سنة المقصود بين يدي الساعة هذا والمقصود يعني ما يقع طيلة هذه المدة إلى أن تقوم الساعة إذن قال إن بين يدي الساعة أيام أيام يعني فتن فيها علامات أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أنه ينزع العلم وفيها يظهر الجهل وتكثر الفتن والهرج القتل إذن عندي هنا ثلاثة أشياء بعضها مركب على بعض لا بد أن ننتبه إليها عندما قال يرفع العلم أو ينزع العلم عندنا في حديث في صحيح البخاري أيضا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء إذن هذا موت العلماء عندما يغيب العلماء بالموت هذا معنى انتزاع العلم عندما يموت العلماء ولا يوجد خلف لهؤلاء العلماء وفي هذا في الحقيقة ليس التنبيه فقط على القتل الذي يذهب إليه الناس مباشرة ولكن فيه الحف على تشجيع العلم وتشجيع طلبة العلم واستمرار العلم وبث مجالس العلم وبث مدارس العلم وبنائها وتأسيسها حتى تبقى الأمة في أمان إذن هذا رقم واحدة ثم قال ويظهر الجهل وهذا يعني نتيجة فقط يترتب عليه يترتب عليه إذن إذا غاب العلماء وغاب العلم ظهر الجهل وإذا ظهر الجهل ظهرت الفتنة إذن بعضها مرتب على البعض لأنه لا يمكن أن تجد الفتنة في مجتمع المتعلم لأن المتعلم غالبا يعلم ما له وما عليه فيحترم حقوق الآخر ويعامل الآخر بمثل ما يريد أن يعامله به إذن العلم دائما يولد الأخلاق العالية الراقية الفاضلة والعلم دائما يجعل الناس يتواصلون بمنطق سوي وبمعقولية وعقلانية إذا كان الجهل بخلاف هذا الكل يصر على رأيه والكل يصر على حاجة قد لا تكون له وإنما جهلا يعتقد أنها له والكل يطالب بحقوق قد لا يعرف كيف تترتب تلك الحقوق وكيف تصل ولكنه يريد أن فإذن هذه الأمور كلها لا يرتبها إلا العلم فعندما قلت يكثر الجهل وتكون الفتنة وتكون الفتنة سيصير الهرج لأنه دائما الناس عندما تتنازع ولا يكون العلم الذي ينظم ويفصل فإنه سيؤدي إلى القتال فإنه سيؤدي إلى القتال في حديث لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتل لما قتل هذه تكون فتنة يعني بالفعل فيها حديث حتى إن شدة الهرج وشدة الفتنة يصبح الإنسان لا يدري فيما قتل ولا على أي شيء يقاتل نسأل الله العافية ولذلك لا يدري الإنسان عندما تحصل فتنة أو يقع شيء أنه سيصل إلى نتيجة صحيحة أو سليمة فيبتعد الإنسان في كل فتنة ظهرت وهذا هو العالم ولذلك الصحابة الكرام كما قلنا سابقا كانوا إذا ظهرت الفتنة اعتزلوا الفرقة كلها وابتعدوا لا يدخلون لأن الفتنة دائما تولد المغالبة لأنه لا يصبح الإنسان يتعامل بالعقلانية المطلوبة ولا بالقواعد العلمية تطغل مصلحة الشخصية وقد تكون لها بداية ولا تكون لها نهاية هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة فضيلة الأستاذ على كل حال هناك من يستعمله في دلائل النبوة لكن حقيقة قمت بدراسة لهذه الأحاديث وهي في الحقيقة عبارة عن قواعد للحياة البشرية كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هنا أصرد لك القاعدة هنا أنه إذا غاب العلم وظهر الجهل يترتب عليه مباشرة الفتنة ومعنى هذا أنه إذا طرأت الفتن فاعلم بأنه قد مس العلم وهذا تنبيه يعني هذه الأحاديث هي عبارة عن منبهات قد تحمل على أنها دلائل نبوة من هذا النحية على أنها منبهات وقد تحمل على أنها عبارة عن قواعد وقوانين ربانية بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياة البشر أن الجهل يعطي الفتن وأنه متى وجد الفتن استدل بذلك على وجود الجهل وعلى أنه لا بد من تصحيح المصار بالعلم النافع الذي يربي الناس على الحقوق ويربي الناس على حسن التصرف بارك الله